أما الجانب الرابع من جوانب عملية التدريس التي يجب أن ينتبه لها معلم اللغة العربية هذا الجانب يتعلق بالإجابة عن سؤال كيف أعلم بمعنى آخر ما إجراءات التدريس التي يجب أن أقوم بها لتحقيق أهداف الدرس تشمل إجراءات التدريس أولا استراتيجية التدريس استراتيجية التدريس تشير إلى الخطة العامة التي يصوغها المعلم في ذهنه ويرى أنها كافية لتحقيق أهداف الدرس كلمة الاستراتيجية تعني إجراءات محددة لتحقيق أهداف معينة إذن فالمعلم لا بد في هذا الجانب أن يضع تصورا في ذهنه قبل أن يدخل الفصل الدراسي هذا التصور يوضح له هو كيف يمكنه أن يحقق أهداف الدرس ماذا سيفعل مع الهدف الأول وماذا سيفعل طلابه لتحقيق الهدف الأول هل يحتاج إلى أن يستخدم فيه أنشطة ووسائل هل يحتاج إلى أن يوظف فيه وصائد تعليمية هل يحتاج إلى أن يستخدم فيه لوحة تعليمية هل يميل إلى تفضيل استخدام مجموعة من البطاقات هل سيكلف الطلاب بالعمل في مجموعات الثانية في إجراءات التدريس وهي طريقة التدريس طريقة التدريس تشير إلى النمط الذي يختاره المعلم لتنفيذ الدرس بعض التربويين يقول أن الاستراتيجية هي طريقة التدريس في موقف التنفيذ الفعلي داخل الفصل الدراسي وأن طريقة التدريس هي الاستراتيجية عندما كان المعلم يتصورها في ذهنه قبل أن يدخل إلى الفصل إذن الطريقة تشير إلى التنفيذ الفعلي لإجراءات الاستراتيجية التي حددها المعلم بنفسه ثم في أثناء الشرح ينتقل المعلم من خطوة إلى أخرى ينتقل المعلم من إجراء إلى آخر يتحرك المعلم من نشاط إلى آخر هذا الانتقال كيف يتم؟ إن كيفية انتقال المعلم وتحركه في زمن الحصة من خطوة إلى أخرى ومن إجراء إلى آخر ومن نشاط تعليمي إلى نشاط آخر ومن فكرة في الدرس إلى فكرة أخرى هو ما نطلق عليه تكتيك التدريس أو أسلوب التدريس إذن فأنت يا أخي المعلم أمامك مستويات متعددة للإجابة عن سؤال كيف أعلم؟ أولا لا بد أن تمتلك تصورا قبليا هذا التصور القبلي يقول لك بكل وضوح ماذا ستفعل بالضبط لتحقيق أهداف هذا الدرس مع هؤلاء الطلاب في هذا الزمن المتاح مع هذه الإمكانات المتوافرة فإذا ما بدأت حصتك فقد بدأت في تنفيذ طريقة تدريسك فإذا ما انتقلت من خطوة إلى أخرى أنت الآن تستخدم أسلوب التدريس إذا الاستراتيجية أعم تشمل الطريقة وكل طريقة تشمل مجموعة من التكتيكات أو الأساليب التدريسية لا بد أن تكون على وعي بها ولا بد أن تكون قادرا على توظيفها التوظيف الإيجابي الأمثل لتحقيق أهداف درسك